السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? يا رب اكونوا في خير. نشارك مع بعض يا صحور النهاردة اللي ما خدش اي وقته كمان في طاصة واحدة. جيبت طاصة على النار حتت فيها معلقة واحدة من الزيت وبطاطسة واحدة مقطعاشة رايح. سمكها بيكون يعني اكتر شوية من الشبسي. تمام? هحطها كده في ارضية الطاصة. وبعد كده هوزحها. وبجيب عندي بقى شوية التوابل من بتاعة البطاطس كده بكون مجهزة اللي هي ملح ومتبل بقى ببهارات. برش كده شوية. وبجيب الغطة بتاعة الطاصة وببدأ اغطى عليها عشان تاخد سوى شوية من تحت. يعني دقيقة واحدة. بغطى عليها بتاعة دقيقة واحدة لما بجهز حاجتي. عندي هنا سوسيز. هقطعوا كده آآ ترنشات وبنجد تستبدلي باي لانشن او اي حاجة تانية. آآ بعد كده اقوم قلب البطاطس على الجهة التانية. خلاص هي كده الجهة دي يعتبر يعني اتحمرت حاجة بسيطة. هقلبها الناحية التانية. وبعد كده عندي بطين ربطهم بملح وفلفل اسود. وهنزل عليهم بآآ هنزل على البطاطس بهم. هيعملولي كده تماسك وتبقى زي بيت زي كده البطاطس جميلة. آآ قرنفلفل كده آآ حارة او بارد زي ما تحبي هنحطه. آآ وبعد كده هحط عندي شرايح السوزيز اللي قطعتها. زي ما قلت لك ممكن تستبدلها باي حاجة تانية وممكن تستغنى عنها كمان لو مش موجودة. وبعد كده هجيب عندي آآ جبنة موزرلة او عندي ميكس جبن كده كان آآ على بعضه. اللي هو شدر وموزرلة وكمان رومي. احط كده ممو شوية على الوش. وبعد كده هغط الغطاء دي ايه اواحدة. يبقى كل الموضوع ماخدش معانا دقيقتين. بتلاقي معاك احلى فطيرة بطاطس او بيزة البطاطس. حاجة كده كلها فطاصة واحدة. وكلها يعني كل المكونات والبروتين في حاجة واحدة. بس آآ حطي بقى اي حاجة عندك في التلاج عايزة اضيفيها. آآ انا قدمت كده معها اللانشون جبنة وصخمت العيش وكان اسرع صحور وكل فطاصة واحدة. آآ ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وكمان سبسكرايب لأولو اشتركوا على خير فيديو جديد كل عام وانتو بخير.